مرة أخرى برحب بحضراتكم ومما لا شك فيه أن النصر الأكتوبر غير مفاهيم كتيرة في القتال والاستراتيجيات العسكرية بالعالم كما أنه أيضا بيعد علامة فريقة في تاريخ المنطقة العربية والشرق الأوسط لما تضمنه هذا النصر من دروس استراتيجية كثيرة استند هذا النصر لعوامل متعددة لعل أبرزها التخطيط الجايد في مرحلة ما بعد 67 ووضع الخطط الاستراتيجية التي مكنت قواتنا المسلحة من خوض معارك الاستنزاف بنجاح وصولا إلى نصر أكتوبر المجيد نعم حرب أكتوبر كانت حرب من أجل الشرف والكرامة واسترداد الأرض كما أن تلك الحرب كانت مرحلة لاحقة لمحاولات إجراء مفاوضات سلام قبل حرب 73 ولكن كانت إسرائيل بتردد دائما وقتها قاعدة السلام مقابل السلام وهو ما يعني أن تظل الأرض معها أمر رفضته مصر تماما وكان لزمن على مصر خوض معركة لكسر نظرية الأمن الإسرائيلي وبعد تحقيق النصر بدأت بعد أيام من اندلاع الحرب أولى جولات معركة السلام وفق تعبير الدكتور بطرس غالي الدبلوماسي المصري الشهير والأمين العام السادس للأمم المتحدة بالمفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي والتي عرفت بمفاوضات الكيلو 101 في أوائل 74 أعقبتها اتفاقياتها فضل اشتباك الأولى والثانية في عامي 74 وخمسة وسبعين ثم تجلت أولى مظاهر السلام الفعلي في كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحت قبة مجلس الشعب حينما أعلن استعداده للذهاب للكنست ليبدأ مشوار السلام الفعلي ثم التوقيع على وثيقة كام ديفيد في 78 ثم التوقيع على معهدة السلام عام 79 والاتقادة إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء وعودت السيادة المصرية إلى كامل التراب المصري عادة طابة التي أعيدت بالتحكيم الدولي محطات مختلفة نتوقف عند كل منها لنستسكرها ونستلهم منها ويسعدنا أن ينضم إلينا في الستوديو سيادة السفير محمد الشازلي عضو المجمع العلمي المصري وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية لكي نتناول كل هذه المحطات بالتحليل أهلا بك فانت أهلا بك شرفتين يعني سيادة السفير بالحديث عن حرب أكتوبر 73 البداية كانت حرب والنهاية سلام طريق فيما بين الاسنين من العمل البطولي العسكري وأيضا العمل التفاودي دعنا في البداية نتوقف عند محطات يعني التفاوض المختلفة التي جرت في هذه الحرب أثناءها وبعدها وصولا للسلام أولا كل سنة وانت طيبة كل سنة ممصر منتصرة وعزيزة الحديث عن المفاوضات والحديث عن السلام بدون الانتصار وبدون الذهاب إلى المفاوضات من موقع قوة ومن موقع قدرة أمر لا فائدة ولا جدوى منه عندما نتذكر حرب أكتوبر دائما بنذكر مصطلح روح أكتوبر ما هي روح أكتوبر؟ روح أكتوبر هي التحدي في أعتصور هي الثقة في أكبر صورها هي الوطنية في أجل أشكالها حقيقة النهاردة حرب 73 مر عليها 51 سنة وقابليها بست سنين كان حرب 67 يعني النهاردة الراجل اللي طالع على المعاش وعنده 60 سنة يعني هلامية بالنسباله يعني حدست وهو طفل بالتالي الناس اللي هم يعني أعواجيز زي حالاتي من وجبنا إن احنا نذكر الأجيال الجديدة بماذا يعني روح أكتوبر وروح الأبور عندما حصلت ناكسة 67 أنا كنت طالب في الجامعة يعني رجل أعي ورجل استطيع أن أقدر لا يمكن لمن لم يعاصر هذه المرحلة أن يتخيل مدى الإحباط ومدى اليأس اللي كنا فيه وإنهيار الحلم وإنهيار الأمل كل هذا أضاف إلى هذا حملة نفسية وتشكيكية هائلة بداية بإيه بالقول بإن حرب القامة الستة لم تكن حرب القامة الستة كانت حرب السنوات الستة إن حصلت انتكاسة وصمد الجيش المصري وصمد الشعب المصري بعد أيام من يونيو 67 أظن في شهر أغسطس قام أبطال القوات الخاصة بمعركة راس العش ملحمة بطولية تسجل في الأساطير وفي التاريخ بعدها بممكن بشهرين القوات البحارية ضربت وأغاقت المدمرة الإسرائيلية إليت لم تقف مصر يوم واحد أو ساعة واحدة في حالة استسلام للوضع الوضع اللي كان راهن إضافة إلى يعني كلام الغرض منه تفبيط الهمة إسرائيل وضعت صنابير نابال على قناة سويس بحيث أنها تشعل القناة نار إذا حاول حدك تح وخط برليف الذي لا يقر وخط برليف الذي لا يقر الطيارة الفانتوم اللي أعطتها الولايات المتحدة لإسرائيل في أثناء الحرب لو تقري التقارير ودي ممكن عن طريق جوجل تتوصل إليه بالفعل على قدرة الطيارة الفانتوم وقدرة الطيارة الميج 21 كان بيقال أن الطيارة الفانتوم تستطيع أن تقف أمام أربع طيارات ميج 21 قام طيارنا الأبطال بالتصدي للطيارات الفانتوم وإسقاط الطيارات الفانتوم والسيطرة على وعندما حدثت الضربة الجوية الأولى سيطرت القوات الجوية المصرية على سماء المعركة تماماً هذا يعني بيوضح أن الروح زي ما حديك ذكرت روح أكتوبر روح أكتوبر هذه هي روح أكتوبر اللي احنا بنذكر الأجيال اللي معصبتهاش بها حتى تظل هذه الروح مشتعلة في أرواحنا وفي أجيالنا إلى آخر يوم في حياتنا ترجمة نانسي قنقر